بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين يقول الله تعالى في سورة أهل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله العظيم جاءت هذه الآيات الكريمات في سياق بيان ما وقع بعد غزوة أحد يعني بعد عودة النبي عليه الصلاة والسلام وأن بات ليلته انتدب بعد كده صبيحة أحد يعني صبيحة اليوم اللي بعد أحد سبعين صحابيا كريما للخروج خلف الأعداء من المشركين لكي لا يعودوا إلى المدينة مرة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أن يخرجوا لمطاردة جيش الكفار إلى منطقة اسمها حمراء الأسد فاستجاب المسلمون بالفعل وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاول أبو سفيان وكان لم يسلم وقتها بعد حاول تخذيل المسلمين وتخوفهم عن أن يلاحقوهم فأرسل رسالة في ركب إلى النبي عليه الصلاة والسلام الرسالة دي كانت رسالة مفادها تحذير النبي عليه الصلاة والسلام هو ومن معه من المسلمين وقال فيها إن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم وده طبعا زي ما قلنا لحضراتكم كان بعد غزوة أحد فكان ده تهديد مباشر للنبي عليه الصلاة والسلام وللصحابة الكرام وعندما سمع النبي عليه الصلاة والسلام ذلك قال هو والصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم حسبنا الله ونعم الوكيل فأنزل الله تعالى قوله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين طبعا الذين قال لهم الناس هما دول الوفد اللي كان من المشركين الرئيس الوفد بتاعهم بلغ الرسالة دي بلغ رسالة أبي سفيان للنبي عليه الصلاة والسلام ومن معه من المسلمين إن الناس يعني المقصود به هنا هو أبو سفيان ومن معه قد اتجمعوا لكم يعني أعدوا لكم العد عشان يقضوا عليكم أيها المسلمون ويستقصلوكم وفخشوهم يعني خافوا منه وارجعوا إلى دياركم فكانت رسالة تهديد من أبي سفيان لتخويف وتخذيل المسلمين من لقائهم قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله أي كافينا الله وحده لا نخاف غير المولى سبحانه وتعالى ونعم الوكيل أي نعم من يتوكل عليه العبد الوكيل هنا بمعنى النصير الوكيل هنا بمعنى الكفيل وبمعنى المستعان وهي العبارة دي وهذا الذكر كلمة مباركة يدفع بها الإنسان عن نفس ما يخاف ويكره فحسب الله ونعم الوكيل وهم لما قالوا هذا الذكر قالوه بألسنتهم وقلوبهم من قبل ألسنتهم كلها متوكلة على الله كلها يقين بأن الله سبحانه وتعالى ناصرهم معينهم مؤيدهم رغم الهزيمة اللي تعرض لها المسلمين إلا إنه لما بعث بهم النبي عليه الصلاة والسلام لرد أو لطرد بقية المشركين حتى لا يدخلوا إلى المدينة رغم الهزيمة ورغم الضعف اللي كانوا بسبب الهزيمة إلا إنه صارت يعني حميتهم من أجل الزود عن دين الله سبحانه وتعالى والاستماع لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام فانطلقوا وهم يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل فزادهم ذلك إيمانا ويقينا وتثبيتا في الدين فانقلبوا انقلبوا راجعين من حمراء الأسد الموقعة تلك المنطقة التي طاردوا فيها جيش المشركين فانقلبوا أي راجعين وقد تحقق لهم المراد متلبسين بنعمة من الله اللي هي العافية والسلامة لأنه لم يصابوا بأدن من المشركين وفضل وفضل اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليهم بزيادة الإيمان وشدة اليقين وفضل كمان الأجر والسواب لم يمسسهم سوء لم تمسسهم ولم تقترب منهم يعني ولم يجدي معهم كيد الكائدين لا من هزيمة ولا من كيد هؤلاء الأعداء ولا من تخويف أبي سفيان ساعتها لأنهم توكلوا على الله تعالى حق توكل خرجوا في طاعة عظيمة وهي كسر شوكة العدو خرجوا أخذوا بالأسباب وتحققوا فيها وتحققوا بقلوبهم في أنهم متوكلون على ربهم يعني تحققت قلوبهم أن المولى سبحانه وتعالى لعباده ضامن وبتدبير أمرهم كفيل توكلوا عليه وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فتوكلوا على المولى تمام التوكل والتوكل ده مقام كبير مقام من مقامات الموقنين بل هو من يعني معالي درجات المقربين فنالوا بهذا الحال الشريف رضى الله سبحانه وتعالى وتوفيقه العظيم وهكذا يخبرنا القرآن الكريم عن هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في الدعاء بحسبنا الله ونعم الوكيل وهو كذلك ما تؤكده السنة المطهرة فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولوا حسبنا الله ونعم الوكيل وختاما عايزة أنبه على نقطة مهمة جدا إن الدعاء على نوعين في دعاء اسم دعاء المسألة عشان ليه إحنا النهاردة خدنا حسبنا الله ونعم الوكيل الدعاء عندنا على نوعين دعاء المسألة ودعاء العبادة دعاء المسألة هو دعاء الطلب المسألة من السؤال أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى تسأله من خيري الدنيا والآخرة بمعنى أن يطلب العبد من ربه ما ينفعه في العاجل والآجل من جلب نفع أو من كشف ضر أنت بتسأل الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخرة يجلب لك الخيرات ويدفع عنك ويكشف عنك الضر والسوء وكذلك تطلب من مولاك في دعاء المسألة ما يتحقق به إن جاء للإنسان المؤمن إن جاء في الدنيا والفوز في الآخرة ده اسم دعاء المسألة اللي يا رب آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النر هذا من قبيل دعاء المسألة النوع الثاني من الدعاء هو اسم دعاء العبادة وهو ما كان المقصود منه التعبد لله تعالى بشتى أنواع العبادات والطاعات من إقامة الشعائر ونحوها كذلك سائر الأذكار ويأتي سؤال الحاجات في هذا النوع من الدعاء يعني بطريق التضمين يعني مثلا دعاء اليوم حسبنا الله ونعم الوكيل هو من نوع دعاء العبادة لأنه هو ذكر وتضرع لله رب العالمين الصيغة في ظاهرها ذكر لكن مضما فيها الطلب رجاء من الله سبحانه وتعالى على ما يعني أنت تريد أن يتحقق به بهذا الذكر وبقوله اعتقادا وقولا الحفظ والحماية والرعاية وصرف المكرهات روهات يبقى احنا عندنا دعاء اسم دعاء المسألة اللي بيطلب فيه الإنسان مباشرة ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن وقنا عذاب النار ربي لا تذرني فردا كل هذه الأدعية التي يطلب فيها الإنسان ودعاء الذكر زي حسبنا الله ونعم الوكيل ظاهره أنه ذكر مضمن فيه ما يطلبه الإنسان أو العبد من مولاه كما أخرج ابن أبي الدنيا عن سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتد غمه مسح بيده الشريف على رأسه ولحيته ثم تنفس الصعداء وقال حسبي الله ونعم الوكيل